اشتركوا في القناة في ليبيا الناخبون السودانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة والبرلمان اما في اليمن تواصل الغارات وحرب الشوارع في محافظة عدن اهلا بكم الجديد في الجزائر انطلقت اليوم الاثنين الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي تحت اشراف الامم المتحدة لمناقشة التقرير النهائي لاجد حل سياسي سلمي لهذه الازمة وقد حضر هذه الجولة الثانية من الحوار قادة احزاب ونشطاء سياسيين من ليبيا بالاضافة الى المبعوث الخاص للامين العام الاممي الى ليبيا برناردينو ليون وسفراء من دول الجوار المعتمدين بالجزائر وفي كلمة له بالمناسبة نوها برناردينو ليون بالدور الخاص الذي تلعبه الجزائر لحل الازمة في ليبيا مشيرا الى ان افضل دور للجزائر هو اجتماع اليوم الذي يحضره ممثلون هامون لمناقشة التقرير النهائي لاجد حل سياسي سلمي في ليبيا بدوره اعتبر الوزير المتدب المكلف بشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل ان عدو ليبيا ليس الفرد الليبي بل عدوه هو الارهاب وعدم الاستقرار والفوضى مشيرا الى ان هذه المعضلات يستوجب التصدي لها بالوحدة والعزمة لنتابع التقرير التالي يدرك الليبيون اكثر من اي وقت مضى من ان الوضع في بلد المختار بات قاب قوسين او ادنى من تحول البلاد الى افغانستان جديدة فبعد ان دكى الناتو حصون الدولة الليبية باسقاطه لحكم القذافي وبوعي وادراك ممن صنع الكارثة في ليبيا لم يجد الليبيون ضالتهم في الديمقراطية المزعومة والمنشودة توجه الليبيون يمنة ويسرى شرقا وغربا حتى قبرص جمعت بعض اطراف الحوار في ليبيا الى ان كل ذلك لم يجدي نفعا ولم يوقف نسف الجرح الدامي في ليبيا بعد الجلسة الاولى التي رعتها الجزائر والتي ابدت عديد الاطراف ارتياحها للحوار عاد الفرقاء الليبيون من جديد الى الجزائر وفي هذا الشأن صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل ان الجولة الثانية التي تنعقد بدعم الجزائر بصفتها بلدا مساهلا ستركز على تشكيل حكومة وطنية موحدة وحول الترتيبات الامنية كما ينعقد الحوار الليبي الذي تميزه مشاركة قادة سياسيين فالين ورؤساء احزاب ومناضرين معروفين في الساحة الليبية في ظرف يطبعه تفاقم الازمة في البلد الذي تتنازع فيه حكومتان وبرلمانان على السلطة هذا وكانت الجولة الاولى من حوار الفرقاء الليبيين بالجزائر يومي العاشر والحادي عشر من مارس افضت الى رفض المشاركين رفضها كل شكل من اشكال التدخل الاجنبي والالتزام بالبحث عن حل سياسي للازمة من اجل الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية اشهدت بعثة الاوباب المتحدة للدعم في ليبيا عشية احتضان الجزائر لاجتماع الفرقاء الليبيين اليوم الاثنين بالدور الذي تلعبه الجزائر والجهود التي تبذلها لاحلال السلام في ليبيا واكدت البعثة في بيان نشرته على موقعها ان البعثة تشيد بالدور الذي تلعبه الجزائر والجهود التي تبذلها لاحلال السلام في ليبيا وذلك من خلال الحوار واستضافتها هذا الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق انعقد في العاصمة الجزائرية في العاشر والحادي عشر مارس حيث اعرب خلاله المشاركون عن دعمهم القوي للحوار كسبيل لتسوية الأزمة الليبية سلميا في ليبيا أيضا طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المنظمات الدولية بتدخل العاجل لوقف المحاكمات الخاصة بالمعتقلين من رموز النظام السابق في ظل انهيار منظومة العدالة بليبيا وأوضحت اللجنة في بيان هذا الاثنين أنه في ظل انهيار منظومة العدالة بليبيا وحكم الميليشيات المسلحة وفي غياب لجان إشراف دولية وعدم التزام هيئة المحكمة ومكتب النائب العام بمعاهدات جنافي الأربعة بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة فإن اللجنة تؤكد أن أي حكم يصدر من قبل هذه المحكمة باطل ولا يعتد به وطالبت اللجنة الحقوقية الليبية جميع المنظمات الدولية الحقوقية بتدخل العاجل لوقف هذه المحاكمات التي اعتبرتها غير قانونية ننتقل إلى السودان حيث بدأ الناخبون اليوم الاثنين التصويت في اختيار رئيس للبلاد وأعضاء للبرلمان حيث تعد هذه الانتخابات التي تجري لمدة يومين هي الأولى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليونا بحسب المفوضية القومية للانتخابات ومن المتوقع صدر النتائج الأولية بعد أيام من إغلاق مراكز الاختراع هذا وتقول الأحزاب السياسية المعارضة التي أعلنت المقاطعة إن التذيق على المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني خلق بيئة يستحيل فيها مناقشة البشير الذي حكم البلاد منذ انقلاب عسكري عام 1989 في اليمن استهدفت طائرة عاصفة الحزم الاثنين عدة مواقع للحثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في مدينة عتق بمحافظة الشبوى الواقعة جنوب شرق البلاد كما شنت مقاتلات تحالف عاصفة الحزم في وقت مبكر من صباح الاثنين غارة على قاعدة العتد بمحافظة لحج الواقعة جنوب البلاد الى ذلك افادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الحثيين واللجان الشعبية في لحج في منطقة مثلث العتد التي اصفرت عن مقتل خمسة من اللجان الشعبية واصابة عشرين اخرين فيما قتل ستة من الحثيين قال خفر السواحل الايطالي اليوم الاثنين ان تسعة اشخاص على الاقل لقوا حتفهم اثر انقلاب قارب مكدس بالمهاجرين قبلة سواحل ليبيا فيما جرى انقاذ مائة واربعة واربعين شخصا اخرين بعد جهود انقاذ بحري مكثفة في المنطقة مطلع الاسبوع هذا وقال متحدث باسم خفر السواحل الايطالي ان خمسة الاف وستمائة وتسعة وعشرين شخصا تم انقاذهم من اثنين وعشرين قاربا خلال ثلاثة ايام فقط وشاركت في عملية الانقاذ سفن وطائرات من خفر السواحل والبحرية الايطالية الى جانب سفن تجارية وقارب دورية ازلاندي مخصص لعملية تريطون الاوروبية لحماية الحدود نهاية النشرة اليكم تذكيرا بالعنوين في الجزائر استئناف الحوار الليبي لايجاد مخرج للازمة السياسية والامنية الامم المتحدة تشيد بدور الجزائر وجهودها لاحلال السلام في ليبيا النخبون السودانيون يدلون باصواتهم في انتخابات الرئاسة والبرلمان اما في اليمن تواصل الغارات وحرب الشوارع في محافظة عدن نشكر لكم كرماء المتابعة ورزغاء دمتم في رعاية الله سلام